ألف مبروك اشتريت كاميرتك الجديدة لسا هي بدك تدخل عالم التصوير والبوكس موجود قدامك الكارتوني موجود قدامك و بدك تطلع القطع اللي موجودة فيها كل كارتونة كاميرا موجود فيها هاي الأشياء الأساسية بداية خلينا نبلش للأشياء البسيطة اللي هو الستراب الإحزام اللي انت بتحطه على الكاميرا مشان متعلقه على رقبتك ثاني اشي الشاحن و بيجي الكابل معاه مختلف ممكن من تحت بيطلع بنشبك على الكهرباء او بيجي معا كابل خاص ثلاثي حسب المنطقة اللي انت موجود فيها وفيه البطارية اول اشي تعمل تشحن البطارية لان عادة بتكون فاضي فانت بتشيل الغطة عن البطارية تتفرج وين الانحاسات وبتشبكهم على الانحاسات الشاحن اللي جوه وبتبلج تشحن لحد ما يضوي اخضر انها ثللة بتسحبها بعدين بتركبها على الكاميرا هلا بينما البطارية تشحن مننتقل للأشياء الثانية اللي هي بودي الكاميرا رح يكون مغلف ولحاله فتحك كرتون الكاميرا وبتعطيك محة شنة ليشان تحط فيها الكاميرا وممري بطاقة ذاكرة تمام زي هيك بتكون هلا الممري بتكون صغيرة مايكرو اس دي زي هيك وبتنحط بالأدابتر بعدين تتركبها بكاميرتك وين بتلاقيها؟ في مدخلين يا بتكون جنب البطارية يعني بتفتح مدخل البطارية اللي تحت بعدين بتحط الممري بتكبس بتدخلها لجوه بعدين بتسكر عليها بتحط البطارية او من الجمب في كاميرات مدخل الممري بيكون فيها من الجنب بتفتحها من الجنب وبتحط الممري فيها اللي بالنسبة للعدسة خلينا ننتبه لأكمن شغلي في عنا غطى العدسة اللي بيكون مكتوب عليها كلمة كانون بالسيلفر بتكبسه زي هيك وبعدين بتشيله هذا غطى حماية للعدسة هذا ما بيهم نعادي بتقدر تخليه انت موجود لحماية العدسة لكن مشان نركب العدسة على البادي في عنا غطي لكل واحد منهم هذا ما نسميه لنس كاب غطى العدسة وفيه البادي كاب غطى البادي هلا كيف عملية التركيب بتصير كل بساطة بدك تفكهم وتركبهم فوق بعد بنفك غطى البادي يفضل تكون بمكان نظيف مشان ما تدخل عليه غبرة وبتفك غطى العدسة هلا بالنسبة للكانون بتدور على مربع أبيض أو نقطة حمراء فهونا في مربع أبيض على العدسة وفيه على البادي مربع أبيض بحطهم فوق بعد بعدين بلف العدسة مع عقارب الساعة بنكون عكس عقارب الساعة هيك صارت الكاميرا جاهزة للاستخدام بالنسبة لغطي البادي والعدسة ما تتركهم لحالهم بتقدر تركبهم فوق بعض وتسكرهم آخر شي بس تجهز البطارية عن الشاحن بنسحبها مثلا بنفتح المدخل من تحت بتدور عليه دائما أي كاميرا احترافية DSLR أو ميرورلس مدخل البطارية صار من تحت بعدين بتدور على الإنحاسات اللي هون وبتدخلها بالكاميرا بتسكر عليها الباب وهيك صارت جاهزة للاستخدام بدك تدور على كبسة ال-ON وال-OFF بتكون موجودة فوق هلا هاي الكاميرا Canon 4000D ما فيها ON كبسة ON هي مطفية خلص عليها كبسة OFF إذا لفيت العجل من فوق بتضوي وبتصير شغالة معاي هلا هذا جزء من الفيديو الزيادة للي حابين يربطوا الاستراب بعرف إنه هو إشي بسيط لكن للوهل الأولى صعب معقد شو بدي أفكي لي وشو بدي أركي بالآخره أول شي بدك تنتبه له إنه بدك تخلي كلمة Canon يعني أنت بدك تتخيل إنه أنت لابس الاستراب على ظهرك فكلمة Canon طلعوا هيك كيف رح تكون معكوسة أو سوني أو نيكون بغض النظر فبدك تنتبه إنه الكلمة تكون لفوق هاي Canon بعدين بتبلش تجهزها بدك تفك الحبل أول فيه الوطعجات مبينة هاي خلينا نفكها من هون هلأ فيه قطعة بلاستيك مستطيلة هاي لطر الحاخليها موجودة بدك تسحبها للآخر لهون لحد ما تسكر بعدين بتدخل الحسام بالكاميرا بس نرفعه بنرجع من دخله بقطعة البلاستيك الصغيرة اللي هون بعدين مندخلها على هذا الهوك أو العلاقة اللي هون لازم شوي تطلع الحزام منها بعدين بدخل الطرف بس يصير الحزام من الجهتين داخل بالهوك بشده وهيك صارت ثابتة وماكنة هاي القطعة بتساعدك إنه لما تشدها تبطل الحزام مرخي هيك بتشده على الحفة بالضب وهيك جاهزة للاستخدام وتعمل نفس الشيء للجهة الثانية من الستراب هلا بنصحك كمصور مبتدئ إنك تركب الستراب كالتصوير فوتوغرافي بالفيديو عادة عادة بالفيديو راح يغلبك كثير كشغل فاحنا منفكه ما بنستخدمه صراحة كمصورين فيديو لانه بدنا نثبته على ترايبود بعدين على استيبالايزر فبغلبنا صراحة بالاستخدام منفكه عادة لكن كتصوير فوتوغراف لسه ما عندك معدات ركبه وبالتوفيق بلش هلا صور واستخدم الكاميرا لكن انت كمصور فوتوغراف جاي بكاميرا جديدة لسه بدك تبلش فيها حلو إنك تتعلم هلا إيش تعمل فيها لكن كمصور مبتدئ إجتك الكاميرا هسه بلشت فيها طلعتها من الكارتونة ركبتها هلا بدنا ننتقل بالفيديو جاي إنه إيش أشغل فيها يليو وشو أكبس فبدك تركز معي